اكد الاردن ان مواقفه كانت ولا تزال ثابتة وراسخة في مواجهة الارهاب والتطرف والتنظيمات الارهابية التي تهدد امن واستقرار المنطقة والعالم والتي كان اخرها تصريحات جلالة الملك في لقائه مع رؤساء السلطات الدستورية الثلاث وعدد من المسؤولين يأتي هذا مزاملة مع تحويل ثمانية اشخاص الى محكمة امن الدولة بتهمة الانضمام الى تنظيم داعش حيث تم توجيه ثلاث تهم لهم هي الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية خارج المملكة وتهمة تجنيد اشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية اضافة الى تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعات ارهابية اعتقد ان هناك البعض من المتعاطفين مع ملفات في المنطقة مع الدولة الاسلامية او مع جبهة النصرة وبالتالي يتوجب اطلاق صراحهم وطيم ملف تيار السلفي الجهادي بالكامل واطلاق صراح كافة المعتقلين بما فيهم الطحاوي والنأيمي وايضا حتى المعتقلين بالفترة الاخيرة ومن الجهود المبذولة ايضا في محاربة الارهاب استعدادات الاردن على الحدود الاردنية العراقية اضافة الى حضور الاردن لمؤتمر باريس وجدة واعلان انضمام الاردن للتحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش هناك واقع الان في المنطقة الاردن يتفاعل مع هذا الواقع ويتعامل مع هذا الواقع وهناك جدل على مستوى العوائد والمكاسب والمخاسر في حال انضمام الاردن بصفة رسمية ونهائية وقطعية وعملياتية وهذا هو الاهم للتحالف الدولي التحالف الدولي لم تتضح بعد معالمه الاساسية ولا يوجد تفاصيل حول خطوط الاشتباك والنطاق العملياتي لهذا التحالف داخل العراق وسوريا ان الاردن لن يقف مكتوف الايدي ولكنه سيتحرك لمواجهة هذا التنظيم وسيسعى دائما للحفاظ على امن واستقرار الاردن امين العطلة رؤيا